اشتركوا في القناة انتوا عارفين الجون جاي في ديئة تسعين وانا كنت بغطي المباراة لراديو وتلفزيون العرب في لحظة وانت قاعد بتحضر خلاص هتقول ايه بعد المباراة خلاص المباراة صفر صفر وانتهت والاهل خارج وانا مصري يعني صحيح كنت في راديو وتلفزيون العرب بس انا مصري ياه نازل وانزلت الملعب خلاص ومجهز وماسك المايك وهبتدى اشتغل مرة واحدة الجون جاي كان مفاجأة انا عشت اللحظة دي اللحظة دي بتاريخي كله في الاعلامة طبعا يعني تاريخي صغير كان مقصودش طبعا بتاريخ لكن اقصد انه كانت لحظة انا ما عشتش زيال غاتي النهاردة لحظة ولا كل اللحظات في حياتي ان شاء الله تقرر في التاسعة هذه المرة تمن بطولات ان شاء الله تاسعة الاهل الجون قدامكو ده وانا كنت موجود ابو تريكا جي علي وراح لجوزيه وانا هنا خدت بقى حتة ازازة مية في افاية من الجماهير ووقتها انا جريت غصب عني شعوري كمصري في اللحظة دي هتلاقييني لابس بدلة البدلة دي لسه عندي لغاية النهاردة البدلة محتفظ بيها هي دي لسه معددة لو ترجع هي دي اللقطة شفتوا بقى اللقطة دي بس اهو 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 شف خدت بقى بعدين اهي 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 ده خدت حت البدلة دي لسه عندي لغاية النهاردة ممكن اعرضها في مزاد لصالح النهاردة طيب كانت حاجة عظيمة كانت مباراة عظيمة خدت بقى حتة ازازة مية في ظهري بعد بعد دي من الجماهير بس كله ما حسيتش بيها طبعا مبروك 8 بطولات إن شاء الله التسعة أو العشرة إلى واحد أو تمانية زائد واحد كل واحد يسميها زي ما يسميها إن شاء الله التسعة للنادي الأهلي مساء الخير دخلت في حتة تانية خالص وما كنتش محضر لها لكن لحظات الحلوة حلوة كل ما تفتكرها تحس بانتفاضة وانتعاشة إن شاء الله عندنا انتعاشة بكرة ونفرح ونفرح معاكو بعد المباراة لكن النهاردة فيه تغطية خاصة لمباراة الأهلي وصاندوانز في مباراة العودة إن شاء الله المباراة غدا الساعة الثلاثة عصرا على استاد ملعب لوكاس موريبي ملعب لوكاس موريبي بيسع لتسعة وعشرين ألف متفرج أو تحديدا تمانية وعشرين ألف وتسعمائة هنديكوا جوالات في قلب الملعب عشان تشوفوا الملعب وتحسوا بالأجواء قبل المباراة زملائنا في جنوب أفريقيا فروق صلاح ودكروري وكل الشباب هناك عاملين شغل ما شاء الله هايل هتشوفوا الاستاد وعشان تحسوا الأجواء الملعب ده كان بتلعب عليه تدريبات في كاسلع على ما تلابش عليه ما تشاط على ما أتذكر كان لسعادات المتخب الألماني الملعب ده تمانية وعشرين ألف وتسعمائة إحنا لعبنا على الملعب ده في ألفين وواحد النادي الأهلي تحديدا لعب في ألفين وواحد وكان اسمه وقتها سوبر ستاديوم سوبر ستاديوم اتغير هذا الاسم في ألفين وعشرة لملعب لوكاس موريبي من لوكاس موريبي ده؟ لوكاس موريبي ده ده رياضي من جنوب أفريقيا وتحديدا من بريتوريا أنا عايز وإنتوا بتشوفوا اللقطات والملعب هتعرفوا يعني في تراك حوالين الملعب فده بيخف الضغط شوية للعيبة كل الحاجات دي بتفرق طبعا مع اللعبة بيخف الضغط عكس مع اللعب مثلا زي مازنبي الجماهير جوه الملعب فيبقى الضغط أشد ده غير طبعا أنه فريق سانداونز ده فريق بتاع كورة فريق ممتع في لعبه هم مسمينه البرازيليين عشان لابسين نفس لبس البرازيليين ومفتوحين على طبعا أمريكا الجنوبية الملعب قدامكم ده زي ما قلتلكه هو 28900 تشجيعا تشجيعا للجماهير قالوا مبارح والأيام اللي فاتت عشان يكون الملعب ممتلى عن آخره في هذه المباراة المهمة بالنسبة لهم أنه أي حد يلبس تشير تصفر هيخش من غير تسكرة عشان يكون في عامل ضغط على النادي الأهل لكن إن شاء الله ده كله مش هيفرق مع لعبي النادي الأهل زي ما قلتلكم تغير اسمه من سوبر ستوديوم ليه لوكاس موريبي في 2010 النهاردة بقى كان يوم لازم نعرف اليوم اللي هو طبعا كلكم عارفين وسيدة عارفين إنه اليوم اللي بيبقى قبل المباراة ده للترتيبات الإدارية للمباراة بيكون فيها الاجتماع الفني اجتماع الفني اللي بيتحدد فيه طاق اللعي بقى بيتكلم أحد أفراد الجهاز الفني اللي هو عندنا كابتن سيدة عبد الحفيظ وبيتكلم أحد أفراد الجهاز الفني لسانداونز وبيتكلموا على طلباتهم من المباراة كابتن سيدة عبد الحفيظ النهاردة اتكلم وكان له كلام مهم جدا في هذا الاجتماع قال إنه نتمنى وده نتمنى بعيدا عن الاعتراض تماما يعني نتمنى تطبيق العدالة التحكمية في مباراة الأهلي وسانداونز وقال كلام مهم جدا قال إنه المباراة مهمة والفريقين كبار فريق النادي الأهلي فريق سانداونز فريقين كبار جدا فنتمنى إنه يكون فيه أولا فيه عدالة تحكمية وإنه المباراة متشافة ومتركز عليها من كل طبعا أفرقيا قال أيضا عبد الحفيظ إنه زي ما قلت لكم إنه رغم معاناة الأهلي من أخطاء التحكمية لكنه ما بيعترتش كابتن سيدة عبد الحفيظ في الاجتماع قال إنه ما بيعترتش لكن إحنا عندنا معاناة أكتر من مرة مع الأخطاء التحكمية لكن النادي الأهلي دائما ما بيلعب في قلب الملعب وده عكس موسيماني برضو كان له تصريح مبارح إنه إحنا ما بيعترتش على الحكم وأشاد بالحكم بكاري دي جسامة طبعا اللي هيحكم المباراة عايز أقول لكم أيضا إنه الحكم بكاري دي جسامة عليه ضغط كبير أنا بعتقد إنه آخر مباراة حكمها كانت المباراة الشهيرة الوقاعة الشهيرة في مباراة الوداد والترجي وبيعود فترة طويلة جدا وبيرجع مع مباراة غاية في الأهمية مباراة ما بين فريقين كبار يستحقوا إنه هم يكونوا موجودين في النهائي سيد الحفيز كمان قال إنه أهمية التنظيم الجيد للمباراة وحضور الجماهير والتحكيم هيكون له دور كبير في نجاح المباراة من عدمها إن شاء الله إن شاء الله ما يكونش فيه أي أخطاء تحكيمية غدا مدير الكورة كابتل سيد عبد الحفيز تمنى إنه المباراة غدا تشهد إدارة جيدة من طاكم التحكيم بكيادة الجنب بكاري دي جسامة وإنه العدالة التحكيمية في أرض الملعب وبعد كده أكد إنه الفوز ييجي للمجتهد أيا كان أيا كان إحنا أهم حاجة إدونا في الملعب وبعد كده خلاص اللي يكون مع التوفيق في هذه المباراة وفي الحالة دي أنا عايز أكلمكم على حاجة مهمة جدا وإحنا بنشوف اللقطات بأكد عليها وأنا إديت عليها نبزة مبارح وهأكد عليها النهاردة النادي الأهلي في إطار استعداداته لهذه المباراة الهمة كان له تلات جوانب تلات جوانب أولا الاستعدادات الأدارية وسافر قبل المباراة بست أيام بالتمام والكمال سافر يوم الحد اللي فات عشان يقدر الساعة البيولوجية يزبطها عند اللاعبين والجهاز الفني لأنه بريتوريا بترتفع عن سطح البحر حوالي 1339 متر ارتفاع عن سطح البحر أي ارتفاع عن سطح البحر ده بتحتاج تزبط معاه الساعة البيولوجية والساعة البيولوجية زي ما شفنا في اليابان وزي ما شفنا في أسيوبيا في 2007 بعد اللي أنا قلته لكم في أول حلقة النادي الأهلي لعب النجم الساحلي في أسيوبيا برضو واجه هذه الأمور لكن هو سافر كان يوميها سافر قبلها بـ 48 ساعة فكان المباراة ضغط شديد شديد على اللاعبين والمباراة انتهت صفر صفر وضربات جزاء والنادي الأهلي فاز بكأس السوبر الفريقي وقتها في سنة 2007 تحديدا في شهر فبراير فإنه النادي الأهلي سافر لسعدادات بقى نرجع لسعدادات لسعدادات 3 أقسام القسم الأول الإداري زي ما قلتلكو أنه استعد أنه سافر للمباراة قبلها بـ 6 أيام مباشرة فده الاستعداد الإداري وأداه على أتم واجه والاستعداد الفني وده له 3 أقسام ومهمين جدا وللنفسي ومعنوي وتكتيج والثالث حاجات خلال الحلقة هكلمكم عليها وإحنا بنتكلم مع فاروق هنتكلم على هذا الجانب هتشوفوهم من خلال برضو تقاريرنا اللي موجودة مع جماهيرنا هنتكلم حول هذه المواضيع بشكل مفصل طيب الجانب التالي اللي هقول لكم ده قبل بنا نطلع أوريكم المؤتمر الصحفي هو التوفيق وإحنا بنشجع النادي الأهلي والجماهير كلها بتشجع النادي الأهلي لازم تعرف أنه لعبة النادي الأهلي والمدير الفني محتاجين توفيق السنادي لو خدوا التوفيق السنادي وعاملوا التوفيق السنادي فريق النادي الأهلي راكب أفريقيا لمدة خمس سن قدام ليه؟ لأنه النادي الأهلي جايب لعبة على مستوى عالي من الكفاءة جدا وسنها صغير بس كل الحاجات دي محتاجة التوفيق مهما جبت أعظم لعبين في العالم ومعهمش التوفيق ولا أكنك عملت أي شيء لو جبت أعظم مدير فني ومعهمش التوفيق ولا أكنك عملت أي شيء يبقى إحنا محتاجين إيه؟ عامل التوفيق وإحنا بنشجع نعرف أن السنادي مرحلة عنج الزجاجة أهديكم مثال مصر في 2006 منتخب المصري في 2006 هو هو المنتخب في 2008 طب هو هو في 2010 في 2006 كنا بنعد المطش بمطشه 2008 رحنا ندينا للكل أربعات وخمسات يعني الكبار في أفريقيا كلهم خدوا أربعات وخمسات من منتخب المصري ولقبنا مطشات قلنا ده البرازيل في 2010 كذلك ليه بقى؟ لأنه كابتن حسن شحاته وقتها خد العامل التوفيق خد عربون المحبة لدى الجماهير هو ده اللي بكلمكم عليه أنه فيلر واللعبين دول محتاجين سن التوفيق سن التوفيق هتجي بإيه؟ البطولة الأفريقية البطولة الأفريقية السنادي هي عربون المحبة مع الجماهير هي عامل التوفيق للعبين كتير جدا محتاجين شخصية البطل مع شخصية النادي الأهلي يتم مسجوهم ويبقوا حاجة عظيمة ما شاء الله الفريق كله محتاج هذه البطولة خدها أنا بقول لكم من دلوقتي لو ربنا أداني وإديكم طلط العامل إن شاء الله خمس سنين النادي الأهلي بهذا الجهاز الفاني وبهؤلاء اللاعبين حاجة في حتة تانية خالص بهذا اللاعب وبهذا الروتيشن وبهذا الجانب التكتيكي وبالروعة اللي احنا شايفينا بس محتاجين إيه؟ سن التوفيق نرجع بقى اليومنا النهاردة زي ما قلت لكم اجتماع الفاني اللي تكلم في سيد عبد الحفيظ وتكلم في أحد أفراد الجهاز الفني أو الإداري لفريق سانداونز واللي أكد فيه كابتن سيد عبد الحفيظ إنه إحنا مش محتاجين أي حاجة مش محتاجين أي حق فوق حقنا إحنا محتاجين حقوقنا بس لداخل الملعب ناخدها تأمين التحكيمي وإن شاء الله رب العالمين ده يحصل في هذه المباراة لأنه زي ما قلت لكم بكاري دي كسامة راجع بعد عودة وبعد شوية سنة قلق في الاتحاد الإفريقي فمحتاج وراحين خلاص على تصفيات كاس العالم ثم بعدها كاس العالم فالراجل ده بعتقد بعتقد إنه هيكون مركز في المباراة مش هنقول أي حاجة تانية ولا هنقول شو بش أي حاجة أنه يكون مركز في هذه المباراة أيضا النهاردة كان فيه مؤتمر صحفي للمدير الفني اللي زي ما قلت لكم محتاجين إيه راجل كويس جد محتاجين منه إيه أو محتاجين له إيه التوفيق ففايلر النهاردة كان عمل مؤتمر صحفي واتكلم على المباراة ورد على أسئلة كتير نشوفها ونرجع نكمل تغطية الخاصة بموارات الأهلية وسانداون كي ساك كي تدونس إليا إنايه هذا لا نسأل نفسه هذا نوع جوهر أو دماء سأريد أن نقوم بأكدار الشامع وكل ما يحدث في رأس لا نسأل نفسه الآن نقوم بأكدار الشامع كان فقط لحد ماتش لكنه سأريد أن نقوم بأكدار الشامع ووهي رأس دور لكن الموضوع ليس لدفع الاسم حينذا الصباح يشعر الطاقة فهو بشأنه gravitه هو الوقت نحن نحن نفتح في الوقت هنالين نصف نحن من المثال الجزاء نحن نقوم مرحباً ونحن نحن نبدأ مستعدين ولن ينفتح في الوقت مثلني أنا أعلم أيضا. كلما تعلمون أننا نسألنا 5 سنوات لكي أولاً. أعني أنه سيكون مدددا. إنه سيكون مدددا أو لا أعرف. وليس أعرف أيضاً. وليس أعرف أيضاً ما يعتقدون. هذا هو مدد مع أكثر من أجلساتي. وهي مددد مددد مددد. وهي مددد 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 في أجيبت. وليس سيكون مددد مددد. سيكون مستمعاً لكي يجب أن يتعلم مستمعاً لكي يجب أن نتعرف النادي الثاني سؤال يقول مسلماني كان قال إن في أفضلية اللي كانت في أفريقيا عشان السنة الفات كان فيه خمسة سفر ويتنين سفر دي بالنسبة للعودة مش تبقى صعب التعوض انت اي رأيك يا تارا انت كمدارب الندي الأهلي شايف انت برضو عندك أفضلية عليه فرد قال أنت طبعاً عافل النسان الفات النتيجة تقيي لك الخمسة سفر هنا فصعب تقول تتكهم بنتيجة المباراة أو مين اللي حيتأهل احنا عملنا العينة في الجزء الأواني وكسبنا اتنين سفر بس دي مش نتيجة مطمئنة الماتش حيبقى ماتش قريب جداً وبالنسبة للفرقتين والنتيجة الأوانية بتاعة الماتش الزهاب دي مش حاسمة لازم نستحق التأهل هنا في المباطل العودة في صندوق احنا بنركز في الملعب زي عندك هناك في كسبت 2-0 دي مش نتيجة يعني انت لازم تبقى تأدي أكتر من كده ولازم تعرف ان الماتش هنا يبقى صعب جداً فرقة كوائسة وفرقة محترمة لازم نحترمها أي ماتش لازم تحترمه لأن تتلع بنتيجة إيجابية دي حاجة مهمة جداً لك وليل نادي الأل إن شاء الله جبل أعرف لا تروني نكفي اعرف الكلية جدي أجيز جديد جميع قائم سيئة داتاتاتاتاتاتات تسرعة جهزون الزهاب من اجيزة الأولان أكثر من قليل هل لست سنانز هي جدوية هل تنقل مكفي افقام أجيزة ومكفي سنسرعة مهمة حسناً في المنزل سنسرعة من المتحية كان يسعد لا يقوموا لände أعلم لا نريد أعرف الأشب يجب أن يكون بحث فيها، يجب أن يكون مكتبه، و أنتظر ثلاثة فبلاً، ومن ثم يجب أن نتعرف حتى كلما يقول. نعم كم يمكن تحريرها وكما ترينه لكيفية تحديثة؟ هل ترينه أكثر في هذه المعارضة؟ على المساعدة، هذا المساعدة لن نحصل على الكلام لكن ليس أنر مليئسان هكذا، فناختيت المعارضة إنه قوم أيضاً نقوم بمقاعدة المشاركة ولكنه أيضاً ما إذا أردت أن نقوم بإمكانك العرباء وهل يجب أن نصل إلى المقاومة ونحن نصل إلى المقاومة كما تعرفوني الآن لا أعلمون الأشخاص لأن هذا لا يساونا وهذا يعاني Quiteعلم هو المدعي الذي يجب أن يقول هذا الشكل لأنه يجب أن يكون أيضاً على المدعين ولكن هذا لا يدعني أنه يجب أن يكون ذلك وهذا ما يجب أن يكون ذلك وكل ما يدعني السؤال كان أول حاجة حتى من حييك أنك قادر أنت أول حاجة أنت راجل موضوع في لعبك وتلعب أي لعبة عندك بتلعب تفرد سيطرتك وتلعب نفس التخطيط أو نفس التاكتك النظام الخطط للعب سواء بأي لعبة موجودة في ملعب تنفس فكرك فأنت أي رأيك في التصريحات مسيماني مدرب سانداونز اللي بيقول أننا من لعب الأهلي في الوقت الخطأ والإعلام الجنوب إفريقي بيدي الأفضلية للنادي الأهلي والإعلام الجنوب إفريقي بيدي الأفضلية للنادي الأفضلية فأنت شايف ده جزء من حرب نفسية يعني على الأهلي وانت شايف تعمل زي معده قال لات انتو عارفيني كويس أنا بركز في اللي بيتقال في الإعلام أنا مركز طبيعي جدا يتقال كده حتى يتحطي ضغط علينا إحنا مركزين وبأقرر تاني مواتش بوك رح يبقى مواتش صعب جدا والإعلام الجنوب إتقال لازم إتقال في الملعب بما نسمعش اللي بيتقال حوالي هنا فجينا عشان نتعود على الجو والتقص هنا وأعتقد مش بيعاندينا مشكلة مع التقص في قليل مبارا الدر اللعيبة الكبيرة مش من اللي موجودين هنا بس بالعكس ده في موجودين في مصر طبعا كابتن حسام عشور وكابتن شريف إكرامي وفيه لعيبة كتيرة يعني لها المحطوطين تحت المسؤولية دي وإحنا بنشوف يعملوا يوبيتصرفوا ازاي ونحاول نتعلم منهم ودي حاجة حالة للعيبة الكرة إنه هو لما يشوف الجمهور يلعب بحماس ويلعب لأن جمهور الأهلي دائما بيساعد وبيساند فده بيديك الدافع أنك تلعب أي أن كان أنت خايف من جواجده الخوف ده طبيعي الخوف ده في الكرة ده طبيعي أنك تخاف تلعب كويس فده بالنسبة لأنا يعني فأعتقد اللعبة كلها برضو عيبوا كده لازم طبعا نركز الماتش الجاي ونشوف كل واحد المسؤولية اللي عليه واتجاه النادي واتجاه نفسه يعني يقدم ماتش كويس وإن شاء الله نطلع بنتيجة جابية إن شاء الله الخسارة ورد في كورت الكادم بس يعني في النادي الأهلي طبعا أنت بتعمل عليك وبتأدي عشان تفرح الجمهور الأول بعد كي تفرح نفسك وناديك فدي طبعا حاجة إحنا كولنا حطينا في دماغنا وحطينا تحت المسؤولية اللي إحنا فيها وإن شاء الله نسع للجمهور النادي الأهلي إن شاء الله لا 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 أعطي لك لأني أعطيك كويس لا لا بإذن أن تقول بحسنة إنه مهم جدًا في حيات المسؤولية لا هذا ليس قرارة ونن نفعل ذلك بيقول له فرق جنب شمال أفريقا معروف السؤال 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 دول شمال أفريقا متعودة تضيع وقت وتستهلك وقت عشان تطلع بالنتيجة لها عزياتها أنتو محضيين ده جزء من خطة المتش فترد عليه كوتش فييلر قالوا لا طبعا نقرفه ده تماما والسؤال ده ما نفعش يتسئل لعيبنا عندنا إحنا بنلعب بفير بلاي بنعب بنروح رياضية بنحترم اللعب وبنعملش ده خلص ده مش جزء من سياستنا في النادي حسنا شكرا لك شكرا لك شكرا لك عجبني الكويمة اللي في يعني الروح الرياضية اللي موجودة من وتمنى يتم تعميمها ويكون موجودة في الرياضة لأن ده أصل الرياضة دايما بدوس على الحاجات دي لأنه إحنا أصلا الرياضة معمولة عشان الحاجات دي عشان التقارب عشان معلومة ثقافية تاخدوها عن بريتوريا عشان نعرف ثقافات تانية عشان نعرف هما بيعملوا إيه عشان نعرف الحضارات بتاعتهم إيه عشان نعرف جنوب أفريقيا كان عندهم إيه وبقى إيه في العاصمة بتاعتهم دي مثلا قلنا معلومات عن العاصمة بريتوريا إنه هم جنوب أفريقيا عندها تلات عواصم عاصمة تشريعية وعاصمة قضائية وعاصمة اقتصادية كيب تاون بلومفنتين وطبعا بريتوريا دول تلات عواصم غير جوهنيسبرج اللي معروفة لمعظم الشعب المصري أصلا يعني فدي أصلا الرياضة معمولة عشان كده معمولة عشان نعرف كل الحاجات دي معمولة عشان يعني أسلم على الراجل بعد مؤتمر صحفي بمنتهى الترحاب معمولة عشان بعض المباراة بكرة هتلاقيهم اللي اتنين الفريتين دول قضوة لأفريقيا كلهم كلها في الروح الرياضية هي دي الرياضة هي دي الاصل الرياضة الرياضة خلقت عشان كده وإلا فلا واضحة ملهاش تاني وإلا فلا ننهي الرياضة لو هي هتسبب التعصب والأزمات ويبقى في احتقان ويبقى في نزاع داخلي وفي حاجة كترة جدا فالرياضة خلقت عشان هذا اللي انتو شايفينه ده واللي انتو هتشوفوا بكرة ومقدما يعني بقولكو انه هو ده اللي هيحصل في الاستيد لانه البيئة متوفرة عند النادل اهلي ومتوفرة عند سانداونز هو ده الرياضة يعني نرجع بقى الفايلر وتصريحاته في المباراة وتصريحات رامي ربيعة رامي ربيعة انا هتوقف عندي كلمة واحدة بس الخوف اللي جواه هو قال الخوف انا ببقى خايف جواي عشان عندي حرص زيادة على الفوز حرص زيادة على الفوز تاني واهم حاجة ان السؤال انتو مجالكوش بس هو السؤال كان ليه انه هو النادي الاهلي لازم بيفوس في كل مباراة النادي الاهلي ما بيخسرش هو رد ربيعة وقال انه النادي الاهلي لا ممكن يخسر بس فيه قعدة لازم تفهموها النادي الاهلي صح النادي الاهلي لازم يفوس دايما طب لو خسر بيتعلم عشان يفوس هو ده الفرق هو ده يعني ايه ما بيخسرش يعني في حالة الهزيمة بيتعلم من خسارته منه بقى يشوف اخطائه ولسه قريبة وحاجات كتير جدا بيشوف ايه الاخطاء بتاعته هو عشان تاني مباراة يكسب هو ده اللي بيحصل هو ده اللي بيخلي المنافسين حتى ممكن ينساها فيلر تفقد استاد ارضي استاد طبعا المؤتمر الصحفي اللي شفتو ده كان في قلب الاستاد استاد لوكاس موريبي فيلر وربيعة نزلوا الملعب يتفقدوا ارض الملعب ده كان صباحا طب الساعة الثلاثة العصر كان فيه ايه كان فيه تدريب على نفس الملعب لكن هو حرص انه يلف الملعب ياخد اجواء الملعب ياخد اه شكل الملعب بيشوف انه جيلة طويلة قصيرة الحاجات الفنية الصغيرة اللي بتفرق مع فيلر فيلر قبل كل مباراة لازم بيدرس المنافس كويس قوي ومعاه جهاز فني على مستوى عالي فهو لما بينزل حاجات الصغيرة دي اللي انتو شايفينها قد تكون بسيطة قد تكون بسيطة لكن الحاجات الصغيرة اللي هو بيشوفها دي بتفرق في حاجات كتيرة جدا 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 يعني وهو بيتفقد ارض الملعب فيلر هو وربيع ربيع هتلاقوه في الصور بعض شوية اه عشان يشوف زي ما قلتلكم النجيلة ما يكون عالية او صغيرة هيقدر يدي تعليمات فنية للمباراة نوعية النجيلة نفسها فيه نوعية نجيلة طبيعية فيه نوعية نجيلة صناعية الجديد في أنواع نجيلة أنواع كتيرة جدا منها النوع الخليط ما بين ده وما بين ده كل نوع من هذه الأنواع اللي انتو شايفينها واللي انتو بتشوفوها ولا هي قديمة ولا هي ولا جديدة لانه اما تكون ميلة فكورة هتسحف بسرعة دي حاجات في الملعب كل اللي هي بكورة هيبقوا عارفينها يعني فالحاجات دي كلها هيطلب من لعبته انه تخلي بالكم من حتة تخلي بالكم من طريقة الباصة كل الحاجات الصغيرة دي بتفرق لما يكون مدرب شاطر زي ده ينزل بنفسه يلف حوالين الملعب ولف حوالين الملعب ده قبل يعني فيه مدربين كتير يعني بدون ذكرى اسماية ممكن هو عمل مؤتمر الصحفي هيرجع الفندق بتاعه شفه الصور وشفه حرص هيرجع الفندق بتاعه اما هو راجع الساعة الثلاثة العصر يعني ورابيعا هو APL ملعب المباراة الساعة الثلاث ايه اللي فيها ؟ لكن الرجل حريص على شغله من braucht كان موجد في قلب الملعب المباراة وعشان كده نزل تفقد أرضية الملعب طيب عندنا بقى زي ما قلتلكم احنا مجاهزين لكم في هذه التغطية الخاصة حاجات كتيرة جدا بره وجوه عندنا تغطية خاصة صحيح من جنوب افريقيا وفيه شغل عالي جدا جدا لكن برضو عندنا شغل عالي جوه هنا عمل لكم استعدادات عندنا التلات تقرير مصورين في الشارع هناخدهم على مدار التغطية اول تقرير هنتكلم كلمنا مع الجمهور سألت الجمهور عن استعداداتهم للمباراة تعالوا نشوفوا قال ايه ونرجعتين بعد الفوز على سانداونز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لاشيء سافرت بعثة الاهلي تاني يوم لجنوب افريقيا استعدادا لمواجهة سانداونز لتعود على اجواء المباراة وسافرت كابتن محمود الخطيب كرئيس لباسة النادي الاهلي لدعم الفريق في هذه المباراة المهمة والحاسمة تعالوا نشوفوا في رأي الجماهير عن استعدادات المبكرة للمباراة كابتن مصطفى عاصل بطل العالم في سكواش ولاعب سكواش بالنادي الاهلي قلنا رأيك عن استعدادات المبكرة لمواجهة سانداونز وصفر كابتن محمود الخطيب كرئيس لباسة النادي الاهلي طبعا في البداية اكيد طبعا يعني صفر بدري للفريق هناك دي حاجة كويسة جدا استعدادات للجو وفرق التوقيت طبعا احنا برضو عندنا في سكواش بتسافر قبلها باسبوع عشان نتعاود على الوقت وكده طبعا دايدول ان الفريق النادي الاهلي جاهز جدا لخد المباراة وان شاء الله المكسب هناك كمان على الارض هناك ان شاء الله انا متفائل جدا ان الاهلي ان شاء الله يكسب هناك وان شاء الله يكسب مستريح كمان ان دي روح الفريق النادي الاهلي وان برضو كابتن محمود الخطيب ان هو يكون معهم انك ده دعم كبير جدا منه ودي تدي حافز اللعيبة كمان ان هما يكون عندهم اسرار ان هما يكسبوا كمان بفرق هناك فان شاء الله يعني احنا متفائلين كلنا معهم احنا لسكواش كله ان شاء الله هنصفرج المطش عليه مع بعض هناك فبتملنهم للتوفيق ان شاء الله ان شاف ان الاستعداد دي لهم عملوها سفر قبل المطش باسبوع وكده كانت حاجة كويسة جدا للفرة وبعد كده طبعا ان سفر كابتن محمود الخطيب معاهم بيديهم حافز كبير جدا ان هما يقدموا اناج بعد الحصرت للسنة الفاتت فان شاء الله سنا دي بقى حسنا طبعا حاجinha كويسة ان هو ابقى مقود في البعثة دي بتدي حافز للعيبة ويتبقى حاجة كويسة بالنسبة للعيبة ان الكابتن محمود الخطيب طبعا يبقى مقود مع البعثة وان شاء الله الاهل ان شاء الله يقدر يسعد من جنوب أفريقي ان شاء الله وان شاء الله يعمل نتيجة ايجابية حتى لو تعادل ف reasonably يقدر يتقهل من جنوب افريقي طبعاً هو شيء جميل جداً إن إحنا نسافر بادري عشان نتغلب على المشكلة اللي قابلتنا في المرشي اللي فات في نفس الملعب مع نفس الفريق ووجود طبعاً الكابتن محمود الخطيب شيء كويس هيحفز اللعيبة وإحنا بنشكر الخطيب على اللي بيعمله يعني أنا بشكره من كل قلبي على اللي هو بيعمله مع الفريق ومع النادي وده شيء كويس جداً وإنا دي جداً نجداد الأهل المصري بارخاً واحد العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بقهد ولاده واحد 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 صفر البعثة بادري كده دي كويسة جداً عشان يتعرفه على الانفيرومنته لهناك وطبيعة الجو والدنيا وفاميليار بالجو هناك يعني ما تبقاش في الرهبة ساعة الماتش فدي كويس تاني حاجة طبعاً صفر الكابتن بيبو دي حاجة كويسة جداً يدي سابورت ويدي ثقة للعيبة إن الإدارة والدنيا كلها ومصر كلها وراهم وإن شاء الله النادي الأهل يكسب ويعابدي صندامزي للسيادات طبعاً قبل المباراة بتعودوا على الجو العام للبلد والملاعب وكل الحاجات دي بتأثر على اللاعبين وإن شاء الله يطلعوا ماتش ممتاز بإذن الله النادي الأهل الحقيقة دي خطوة كويسة جداً إن هم يعني سفروا في وقت بدري جداً يعني مبكر جداً بالنسبة لإن هم سفروا تاني من المباراة تريباً على طول فعشان يأخذوا على المناخ ويأخذوا على الجو الكويس اللي هناك صعب جداً بالنسبة لإن الخرارة عالية والكسين الليل فهذا حاجة كويسة جداً للعيبة ويأخذوا فرصتهم إن هم يتضربوا هناك وتروح رهبط المباراة ويقدروا يكونوا عندهم رجلهم تبقى ثابتة في الملعة ويأخذوا على الأرض اللي هناك لأن الأكيد الأرض اللي هناك مش بنفس الكفاءة اللي عندنا أو ممكن تكون أقل من الأرض اللي متعودين عليها هنا واضطيع رهبط المباراة دي حاجة كويسة وخاصةً كمان أهم حاجة في الموضوع أن الكابتن خطيب معاهم فدي حاجة كويسة جداً طبعاً بتدي حافز جامل جداً للعيبة أن العيب بيشتغل أو بيلعب بكل طاقته و بكل إمكانياته وإحنا نتمنى أن اللعيبة تشيل من دماغ رهبط الوراق خالص وحكاية التار والكلام ده كله ويلعبوا لعبوهم ويلعبوا كونتهم اللي هما بيحبوها واللي احنا بنحبها واللي احنا بنشجعهم نتمنى أن هم يقدوا أداة يرفع راس مصر كلها أجيل بتسلم بعد تاريخ مكتوب والطل في واحد ونديك التنجنان الأهل المصري فارقاً واحد العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده قد ولاده واحد 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 الأهمية الكبيرة للمباراة عاوزة ناس كبيرة برضو لازم وراجل كان لعيب ومن أهم لعيبة مصر فلازم ينقلهم خبرته في الماتشات المهمة اللي زي كده هو شخصياً ماينفعش أي حد تاني واخد بارك عشان اللعيبة تاخد ثقة في نفسها ويعني إيه إن شاء الله ربنا يكرمها ويوتحقق وتخدش النهائي بإذن الله واخد بارك فكان مهم جداً العمل هو كابتن محمود الخطيب دا إن إيه يبقود وليهم إن هو على رأسهم واخد بارك حدك وإن شاء الله ربنا يكرمهم ويرجعوا منصورين بإذن الله تجربة ماتش الهلال الخطيب طبعاً قيمة ريادية كبيرة بالإضافة طبعاً وجوده كعمل دخلي وسط اللعيبة طبعاً حاجة قيمة كبيرة يعني الاستعدادات المرة دي طبعاً أحسن من الماتش الشهير يعني اللي هو كان طبعاً الأهلي يعني تهزم فيه هزيمة إيلة حتى إحنا مش عايزين نفتكرها فأنا أتمنى يعني النتيجة تبقى متوازنة ونحق نتيجة إيجابية إن شاء الله وجود الكابتن محمود مع البعثة يعني ده بيشجع الفريق وأكيد وجوده بيبقى مؤثر جداً طبعاً وهو قيمة كبيرة بالنسبة للشعب المصري مش بس بالنسبة للفريق الأهلي وأحنا بنتمنى طبعاً للأهلي كل التوفيق وهو الأهلي ظهر بمظهر مشرف الماتش اللي فات يعني مع سانداونز وأحنا بنتمنى له كل توفيق إن شاء الله في الماتش الجاي تاني يعني والعمارة بيزيع البطولات الجميلة دي كان فيه لقطة كنت عيشها ومن ذكرياتي يعني وأنا كنت في هي دي لقطة أنا كنت هناك دي في أسيوبيا 2007 كأس السوبر الأفريقي كان بمناسبة مرور خمسين عام على إنشاء الاتحاد الأفريقي في 2007 بعد ما خدنا على طول كأس طبعاً استفاقسي المبرارة العظيمة كانت يوم 11-11-2006 جينا بعدها بشهرين لدينا كأس سوبر وخدناه صفر صفر وبالمناسبة يعني أسيوبيا مرتفع عن سطح البحر 300 متر أنا طلعت على الهوى هم كم سلمة وانزلت الملعب تبقى نهج عشان تعرفوا حجم المعاناة على موقفت على الهوى قلت معلومة غلط إنه قلت 30 تاف كيلو كان حاجة مضحكة جداً كان موجود زميل الأستاذ علي داود يعني ربنا يديله الصحة يعني 30 تاف كيلو ليه هنسافر فوق فكان كانت دعابة على الهوى لكن عايز أقول لكم المعاناة وحجم المعاناة اللي بتحصل في إنه لما يكون الأرض مرتفع عن سطح البحر وعشان كده التقرير اللي انتوا سمعتوه من الجماهير ودول جماهيرنا ودول أعضاء النادي الأهلي لكن جماهيرنا كلنا وراء النادي الأهلي سواء أعضاء أو النادي الأهلي فكانت ذكرة كويسة جداً وأفراح بيفراحني أمارة طب يلا نروح بالريتوريا والفروق صلاح نروح بقى للحدث الأهم والتفاصيل اللي جوه من هناك في الهواء الطلق مع روقة يا روقة إيه المنظر الحلو ده كل التحية لك زميلي محمد الصاوي ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان وبإذن الله يعني التفاقل إن شاء الله بيكسو بعسة فريق للنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله هنرجع من هنا منتصرين ومعنا تذكرة المرور إلى الدور نصف النهائية بإذن الله عايزك تقول لي توصيف لي أول المكان اللي أنت واقف فيه ده حاجة جميلة يعني فيه أطفال بتلعب في جنينة وراك وفيه يعني يعني حسسني يعني قول لي أنت فين دلوقتي مع زيارة محمد بس أنا مش سمعك بوضوح أنت موجود دلوقتي في الشرحل أنت في الفندق وفاتح على جنينة ورا الفندق ولا يعني عايشني في المكان اللي أنت واقف فيه بالضبط سمعتني؟ طيب خلينا أقولك بالتحديد المصرية وأيضا حديقة الحيوانات الوطنية بجنوب إفريقيا ما كان أكثر مرة إذا ما اتكلمنا زميل محمد مرانا وتكرارا على هذا الأمر وانتقاء واختيار فريق للنادي الأهلي ومسؤولي النادي الأهلي لهذا الفندق لإقامة بعثة النادي الأهلي زي ما قلت لك إحنا يعني أمام الفندق هذا هو المتحف المتحف القصر الرئاسي بريتوريا جنوب إفريقيا بتحتوي على 9 مدن أهمها جوانيس بيرج وكيبتون وبيريتوريا يعتبر أكثر المدن اللي فيها تواجد للمصريين جوانيس بيرج وبيريتوريا وكيبتون خلينا أطمنك أن توافض يعني جماهير النادي الأهلي من كل مكان ومن الجالية المصرية والعربية من كل مكان لمؤذرة ومسندة النادي الأهلي الجميع بيتجمع النهاردة فيه بريتوريا من أجل يعني الذهاب خلف النادي الأهلي غدا إلى استياد لوكاس موريبي لمسندة ومؤذرة النادي الأهلي لو هنتكلم زميل محمد عن التفاصيل اليوم هنقول تفاصيل كتير خلينا نبدأها مع صباحا والمؤتمر الصحفي لمستر ريني فيلر المدير الفني للنادي الأهلي الآلي الكثير من الأمور في المؤتمر الصحفي وتحدث عن أهمية اللقاء وإنه دايما ما بيحبش ينظر للماضي يعني مباراة الزياب بالنسبة له خلاص هي أصبحت مباراة في الزكريات حقق فيها الفوز والانتصار بهدفين ولكن هو بيركز على المستقبل وبيبص على اللقاء القادم أمام فريق ساندونز في معقل فريق ساندونز ببريتوريا بستاد لوكاس موريبي قال اللقاء الماضي ده كان خلاص لقاء في الزكريات حقق أنا من خلاله هدفين أعتقد هيدون أفضلية في اللقاء العودة لكن احنا تركزنا إن شاء الله نحنا نفوز في لقاء العودة أيضا ونقرر نفس الفوز سؤل مستر ريني فيلر أيضا عن تقييمه لبطولة تدوري أبطال إفريقيا هذا العام وشايف المستويات وشايف طموحه قال أنا قدري أننا قدرنا أن نحنا وضعنا في فريق دائما وأبدا يعشق البطولات وجمهير لا تشبع من البطولات ده قدرنا أن نحنا بنتولى مسؤولية هذا الفريق وهذه الجمهير التي لم ولن تشبع من البطولات وقدرنا أن نحنا دائما أن نحق البطولات لفريق النادي العلي أعتقد البطولة بطولة قوية جدا لكن أنا طموحي ليس مباراة فقط أنا طموحي البطولة اللي هو أعتقد نفس الطموح اللي مرتبط ما بين كل فرد بينتمي إلى النادي الأهلي تحدث أيضا عن اللقاء وعن ممكن تكون الأوراق مكشوفة ما بينه وما بين بيتسو موسيماني الأوراق والأهلي كتاب مفتوح وساندونز كتاب مفتوح للأهلي مستر ريني فيلر قال أنا ما يهمنيش من اللعب أنا اللي همني أنا هلعب إزاي ودي من النقاط اللي كان مستر ريني فيلر حريص جدا أنه يعني يبرزها للإعلام أنا بالنسبة لي أي 11 لعبة يكونوا موجودين في الملعب هم اللي هيقدروا ينفذوا الفكر بتاعي ويقدروا ينفذوا طريقة اللعب اللي احنا بنلعبها إزاي أيضا كان هناك حديث لرامي ربيعة وتحدث رامي ربيعة عن أهمية اللقاء ودوره كواحد من اللعيبة الكبار في النادي الأهلي وقال أنه دايما الأحاديث ليست مختصرة على المجموعة الموجودة هنا في بريتوريا سواء وليد سليمان أحمد فتحي محمد الشناوي أو رامي ربيعة ومجموعة اللعبين ولكن الحديث بيمتد أيضا والدعم بيجلنا من اللعبة الموجودة في القاهرة سواء حسام عشور وشريف إكرامي أعتقد ده شيء مش جديد على النادي الأهلي زميل محمد ده اللي احنا متعودين عليه من كل أفراد والعب للنادي الأهلي على مدار التاريخ النادي الأهلي عايزة أطمنك أيضا على الحالة الفنية يعني عقب الانتهاء المؤتمر الصحفي والتحدث إلى هذه الأمور يعني أيضا من الأمور برضو اللي تسئل عليها مستر ريني فيلر عن الأحاديث مستر بيتسو موسيماني وأنه دايما بيتكلم بيقول أنه نحن باللعب النادي الأهلي في الوقت الغلط وأنه دايما بيشيد بالنادي الأهلي وأرقامه مع ريني فيلر وأيضا حديث وسائل الإعلام في بريتوريا عن قوة النادي الأهلي واحترمهم للنادي الأهلي وأن النادي الأهلي جاء إلى بريتوريا من أجل الصعود والتأهل فمستر ريني فيلر قال أنا دايما يعني ما بحبش ألتفت كتير للإعلام لأننا بعتبر ده نوع من أنواع الحرب النفسية أو الضغوط النفسية لكن احنا بنركز في طريقنا وبنكمل مشوارنا عقب انتهاء المؤتمر الصحفي كان الاجتماع الفني الخاص باللقاء بحضور الكابتن سيدة عبد الحفيز والكابتن سمير عادل والكابتن ماهر عبد العزيز والدكتور عمرو محب مترجم النادي الأهلي اللي كان موجود أيضا في الاجتماع الفني وتم تحديد الاتفاق على النادي الأهلي هيرتدي الزي الرسمي والرزي الكامل للنادي الأهلي والقميص الأحمر للنادي الأهلي بينما ساندوينز هيرتدي أيضا الزي الرسمي والرداء الأصفر لفريق ساندوينز وتم الترتيب على كافة الأمور يعني عقب الاجتماع الفني كان قد لعيب النادي الأهلي صلاة الجمعة هنا في فندق الاقامة بحضور كافة اللعبين وحضور الكابتن محمود الخطيب والأستاذ طاري وكل أفراد بعثة النادي الأهلي والجميع تمنى وتعاهد إن شاء الله على ضرورة إحراز الفوز والعودة إلى القيرة حاملين تسكرة الصعود إلى الدور نصف النهائي كان مران الأهلي الأول على الأستاذ لوكاس موريبي المران الأول والأخير في تمام الساعة الثالثة عصرا على أستاذ لوكاس موريبي أستاذ لوكاس موريبي مران قوي بدأ في تمام الساعة الثالثة عصرا بدأوا مستر توماس بجزء بدني مع اللعبين ثم بدأ مستر ريني فيلر طبعا بعدما تفقد أرضية الملعب والجاز الفني تفقد أرضية الملعب بالكامل مستر ميكيلي ينكن اختص حراس المر ومحمد الشناوي وعلى لطف ومصطفى شبير بتمرين أكثر مرع أيضا كل اللعبين ومستر ريني فيلر بدأ المران قوي جدا للعبي النادي الأهلي اختتم مستر ريني فيلر مران النادي الأهلي بالتدريب على ركلات الجزاء يعني كل اللعبين النهاردة تمرانوا على ركلات الجزاء وكان فيه تقلق وإيجادة من الشناوي وعلى لطفي وكان أيضا فيه تقلق من باجي ومراهام محسن وقاليو ديانج ووليد سليمان وقافسة وجيرالدو وكافة لعب النادي الأهلي ومحمد هاني وإحمد فتحي وإيمان أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول وكل اللعبين ورامي ربيعة الجميع تقلقوا في ركلات الجزاء وده كان من الأمور اللي كان مستر ريني فيلر حريص عليها لكن احنا إن شاء الله نتمنى أن المباراة ما توصلش إلى ركلات الجزاء والنادي الأهلي يواصل الطريق إلى مباراة النصف النهائية ومن ثم المباراة النهائية خليني برضا أقولك زميلي محمد عن حديث وسائل الإعلام هنا في بريتوريا عن اللقاء وصدى اللقاء خرجت النهاردة بعض الصحف في بريتوريا وسائل الإعلام تتحدث عن ضرورة إسقاط النادي الأهلي وضرورة الفوز على النادي الأهلي يعني ثلاثة صحف الشهيرة سواء The Star أو بريتوريا دي أو بريتوريا أو بيزنس دي وبريتوريا نيوز تحدثوا عن اللقاء ويعني بعض العنوين هل بيتسو هل بيتسو موسيماني يحسن التدبير أم هيبحث عن البدائل يعني ده كان أحد المنشتات اللي خرجت بيها صحيفة بريتوريا نيوز لما قالت هل بيتسو موسيماني يحسن التدبير أم يبحث عن البدائل في ظل النادي الأهلي اللي هو الأفضلية اللي هو الأسبقية بالفوز بهدفين في استاد القاهرة وقالوا أن النادي الأهلي يعني من النقاط اللي عملها النادي الأهلي أنه جاء إلى بريتوريا وجنوب أفريقيا بالتحديد بريتوريا مبكرا من أجل التأقلم مع الأوضاع وقالوا أن الهدفين اللي أحرزوا من النادي الأهلي في المباراة الزهب هيصدروا عامل ضغط كبير جدا على فريق سانداونز أيضا من الأمور المهمة أن اليوم تم تجديد تعاقد كابتن فريق سانداونز كي كان اللاعب اللي تم تمديد عقده وصاحب الـ 34 عام تم تمديد عقده لمدة أربع سنوات وكان نوع من أنواع يعني الرفع الروح المعنوية لكابتن الفريق أنه يقدر يكلم على اللقاء ويبعث في اللعبين روح التفاول ويكون قوة دفع لفريق سانداونز لكن يا زميل محمد خليني أقول لك أن الأمور بالنسبة للفريق النادي الأهلي الأمور مطمئنة تماما تماما النهاردة كان يعني من النقاط المهمة جدا برضو من خلالك ومن خلال قناة النادي الأهلي عايزين نبرزها كان حضور السفير العراقي ببريتوريا إلى مقر إقامة بعثة النادي الأهلي بصحبة المعالي السفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية لما علم بوجود بعثة النادي الأهلي ووجود الكابتن محمود الخطيب أصر على أنه يتوجه إلى بعثة النادي الأهلي أنه يصافح اللعبين ويصافح الكابتن محمود الخطيب ويجلس مع الكابتن محمود الخطيب ده من الأمور المهمة جدا من المعالي السفير السفير العراقي بصحبة السفير شريف عيسى كافة الترتبات تسير على قدم وصاق الجميع هنا يتعاهد الجميع يتفعل بإذن الله لتحقيق الانتصار على فريق سانداونز طيب بشكرك على التقريب الوافي لكن ليس أنت معايا ما تروحش يعني إلى أي حتة لأنه عندي حاجتين أولا الجماهية أنا معاك في هذه الأسناء زميل محمد هينضمننا أحد أفراد الجالية المصرية والعربية الموجود هنا في بريتوريا وفي مقر فريق إقامة النادي الأهلي لمسندة وموزرة النادي الأهلي في البداية برحب بحضرتك على شاشة التقناة النادي الأهلي عايز أتعرف بحضرتك وعرف حضرتك جاي منين من جنوب أفريقيا بالتحديد أنا اسمي أحمد رفعت أحمد الأكرع جاي من مدينة إست لندن إستنكيب 1200 كيلو جاي نشجع نادي الأهلي بكل قوة ونتمنى من الله سبحانه وتعالى بالتوفيق بعدما كسبنا ماتش في القاهرة ندوم من الله سبحانه وتعالى نكسب ماتش غدا ونقول يا رب يسر الحال يا رب عايز أسأل حضرتك بقى لك كم سنة هنا في بريتوريا في جنوب أفريقيا أنا بلي 15 سنة في جنوب أفريقيا يعني شايف في حرص من حضرتك النهاردة على أسطحب إلى الأسرة حضرتك للحضور ومسندت ومؤذرة للنادي الأهلي في هذا اللقاء والله طبعا يعني فيه ناس بتيجي وفيه ناس طبعا جنوب أفريقيا والوضع بتاعها بس معظم الناس يعني مبسوطة والناس كلها كويسين كل الناس بتيجي يعني وندع من الله سبحانه وتعالى الفوز بكرة إن شاء الله لأن فريق صندون مسهل وبيلعب على الأرض حلو قوي بس إحنا إن شاء الله بعد الهدفين اللي حصلوا في القاهرة كابتن علم أعلول وعندنا ناس جمدة وأحمد فاتحي وصالح جمعة ورمضان صبحي لعبها جمدين بسم الله إن شاء الله يعني نادر طيب فاروق وانت مع ضيفك سميد محمد الصاوي سحابي بيوجه لحضرتك سؤال معاك محمد الفضل في جنوب أفريقيا شايف النادي الأهلي إزاي عايز أشوف عيون النادي الأهلي في مصري موجود في جنوب أفريقيا لمدة 15 سنة زميلي محمد صاوي بيس سأل حضرتك يعني يعني وجودك لمدة 15 عام في بريت في جنوب أفريقيا شايف الأهلي في عيون جنوب أفريقيا وفي عيون مواطنين في جنوب أفريقيا وفي عيون أفراد الجالية المصرية والعربية ازاي ده حاجة دي معقولة على طول يعني نادي الأهلي دي أصلا نادي الأهلي دي أصلا يعني العالم كله بتكلم عليه من أكبر أنديها في أفريقيا وغير كده كمان ما تمشي في اللوكشينات وتمشي في المناطق بتاع الجنوب أفريقيا وخصوصا المنطقة الصمراء يعرفون الأهلي جيدا وكلهم بيتكلموا عن الأهلي أنه بطل أفريقيا ده قاعدة معروفة يعني طبعا في بداية كلام حضرتك قلت لي جاي من مسافة 1200 كيلو أعتقد أن دي الأهلي يستحق مننا طبعا الأهلي يستحق طبعا أننا سفر له 2000 كيلو مش 1200 كيلو وخاصة النادي الأهلي ده فريق عظيم يعني وبنحب طول عمرنا يعني وبندي كل العائلة يعني معدى واحد بس عم محمد يعني نحن كلنا متفائلين أنت متفائل طبعا إن شاء الله خير وربنا يصر الحال يا رب وبالتوفيق بكرة إن شاء الله وإن شاء الله هنفوز إن شاء الله بس بنادعو برضو كل الجماهير الموجودة في بناشد كل الناس الموجودة المصريين في جنوب أفريقيا نتمنى منهم يجوا غدا بكرة لأن فريق سانداون من السهل خالص وخصوصا لما يبلعب على الأرض وهم بيلعبوا كمان في المنطقة في بورتوريا السوداء بيحشدوا جماهير على أعلى من الجماهير يعني على طول هم بيروحوا في المكان ده عشان خاطر يعشدوا كل الجماهير بتاعتهم إن شاء الله حضرتك موجود معنا كل المصريين أيضا هتفضل معي الأستاذة الأستاذة مي أحد أفراد الجالية المصرية والعربية الموجودة أيضا هنا في بيرتوريا اللي بتساند تؤذر النادي الأهلي أستاذة مي برحب حضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي لصوت يعله فوق صوت اللقاء وليه بقى حضرتك استعدية اللقاء إزاي مبدئين إن شاء الله يعني إحنا متواجدين هنا في الفندق والفرقة والبعثة بتاعت لنادي الأهلي يعني إحنا شايفين فيه حماس موجود بشكل كبير جدا شايفين الناس مستعدة خلينا نقول كمان يعني إحنا عملنا جيم حلو قوي في مصر إن شاء الله بإذن الله يكون جيم حلو قوي كمان هنا في جنوب إفريقيا وإحنا يعني إحنا مش عايزين بقى نقول تعادوا لا إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يكسب لأن النادي الأهلي هو اللي بفرح أخير للنادي الأهلي في استاد لوكاس موريبي كالليل لحضراتك عبارة شهيرة إن شاء الله تتحقق بإذن الله قلت إن شاء الله لأهليك سبترة واحد لا ده إن شاء الله بإذن الله أنا بقولها إن شاء الله يعني إحنا مش عايزين طبعا أن نقاطع بس بإذن الله الأهلي تلاتة واحد وبإذن الله إن شاء الله بكرة مصر كلها تفرح لأن الأهلي هو مصر والأهلي بيمثل مصر وإحنا كلنا دعمين للفريق الأهلي وكلنا موجودين وراء إن شاء الله مرسي جدا زميل محمد بروح بقى لعاطف المصري عاطف أخبارك الأول الحمد لله محمد لله مستعد للمباراة إن شاء الله ونشجع الأهلي إن شاء الله أنا كان نفسي أشوف الكابتن الخطيب حلم حياتي إن شاء الله النادي الأهلي بكرة يفوز ويشرفنا إن شاء الله نسعد إن شاء نفسينا بصراحة نسعد نفسينا جنوب أفريقى بالتحديد يعني ساعة ونص ساعة ونص من هنا منطقة اسمها لانيزيا فساعة ونص جاي من هنا عشان أشوف النادي الأهلي وعشان نفرج على التمرين وعشان نشوف الكابتن الخطيب وعشان أدي روح مع نوية للعيبة إن شاء الله لهم ربنا يكريمهم بكرة بإذن الله وإن شاء الله نسعد بإذن الله ونفرح مصر كلها إن شاء الله شكرا أصوز عاطف ده كان لقاءنا مع أفراد وبعض أفراد الجالية المصرية والعربية اللي تواجدوا هنا في مقر إقامة فريق النادي الأهلي لمؤذرة ومسندة النادي الأهلي خلينا أقولك أيضا يعني أثناء يعني في لعبة النادي الأهلي وبيختموا مرانهم في استاد لوكاس موريبي توافد مجموعة من جماهير النادي الأهلي ألهابوا الملعب بالتشجيع والحماس وإن ده أفريقيا يا أهلي أفريقيا يا أهلي ده كان نداء أهام ورسالة كبيرة جدا من لعب من جماهير النادي الأهلي اللي صممت أنها تؤاذر وتساند النادي الأهلي في هذا اللقاء يتبقى توفيق المولى عز وجل وبإذن الله نحتفل بالصعود إلى الدور بنصف النهاية فضل زميلي محمد إليك الكلمة ماشي يا روئة بص يا روئة عايز أعرف الجماهير لأننا كان الأخبار اللي جاي لنا أنهما قالوا أي واحد يلبس تشيرت أصفر هيخش الملعب ده رقم واحد ودرجة الحرارة المتوقعة بكرة بداية على اللي انت شايفه من عندك درجة الحرارة المتوقعة بكرة هتكون كام خلينا أقول لك درجة الحرارة المتوقعة غدا بمشيط الله تكون 26 درجة مقوية بالنسبة للجماهير يعني هو كان الأمر الأول اللي بيرتدي قميص أصفر أو قميص ساندونز بيحصل على سعر التذكارة بـ 20 راند وهو نصف سعر سمن التذكارة ولكن من الغد هيتم فتح الأبواب مجانا تقد نسبة كبيرة جدا من الجماهير أقبلت على شراء التذاكر تقد السعر الرسمية الـ 25 ألف متفرج هيملأ جنبات أستاذ لوكاس موريبي وأيضا وجود أفراد الجالية المصرية والعربية يعني غدا هيتم فتح الأبواب مجانا لجماهير ساندونز من أجل حجد الجماهير وده الاتجاه لوسائل الإعلام يعني مستمر عليه إن هي تحشد الجماهير الجميع بعملية حجد الجماهير ومسندة ومؤذرة جماهير ساندونز للفريق شايفين إن ده الطريق والسبيل لمواجهة فريق بقوة وقيمة النادي الأهلي شكرك جدا يا رؤى إلى الآن أنا ملتزمة هطلع فاصل وهنشوف هنرجع لك لو فيه جديد ولا لأ زي ما سمعته لازم أقف بس يعني همسات عند هؤلاء الجماهير الجماهير العظيمة ألف ومئتين كيلو عارف أنت متوقع أنت تمشي ألف ومئتين كيلو أو تركب طبعا تطير أكيد طيارة طبعا ألف ومئتين كيلو ممكن يكون بالعربية ألف ومئتين كيلو حاجة عظيمة عشان تروح تشجع فريقك اللي أنت بتحبه واحد تاني ساعة ونص جماهير عظيمة الجماهير اللي راحت ألهابت وشجعت النادي الأهلي وطلبة اللاعبين دي عايز أقول لكم هيكون لها تأثير كبير جدا 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 في هذه المباراة التي ستقام غدا البطولة اللي أنتو شفتوها ده الأهلي وسانداونز ألفين واحد خالد بيبيو كان نجم لقاء العودة ونجم لقاء الزهاب هو اللي موجود هناك مدير كورا هو الكابتن سيد عبد الحفيز كانت مباراة جميلة جدا وزي ما أنتو شايفين سانداونز محتفظ بالطابع بتاعه لعب كورا لبس منتخب البرازيل اللي هو يلبسه بكرة والنادي الأهلي طبعا هيلبس لبسه العادي طبعا زي ما قال لكم فاروق صلاح فاروق صلاح كان آخر حاجة كنت هسمعكم منه حاجة جميلة قوي فاروق صلاح ده معلقنا هنا في القناة ودايما صوته جميل وفي التعليق ما شاء الله ده مستقبل وعد علي مينو كان فيه مباراة أنا كنت متابعها زي ما متابع فاروق بالظبط مباراة بين الولاد في الشارع حاجة جميلة جدا بس غالبا كنتش قادرة حدد أنها رجبي ولا كرة قدم ليه بقى؟ لأنه بريتوريا اللعبة الشعبية الأولى فيها هي رجبي مش كرة القدم تاني حاجة هي كرة القدم وبيريتوريا فيها فريقين كبار إحنا لعبناهم سانداونز وسوبر سبورت وتحديدا ده مباراة الديربي في بريتوريا وهي دي المباراة اللي أصيب فيها لعب الجناح الأيمن ماسيو اللعب الخطير جدا اللي ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة إن شاء الله اللي حصل فيها كسر في عظمة الصاق ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة لأنه هي دي رياضة دائما ما بنتمنى السلامة حتى لمنافسينا زي ما قلت لكم إن إحنا عندنا بره وجوه نرجع تاني لجوه ونشوف الجماهير جماهير النادي الأهلي قالت إيه عن رسالتها للجهاز الفني واللعبين قالت إيه وتتمنى تقول إيه لو هي قربت قد يشوفهم وهم شايفيننا دلوقتي على فكر شايفيننا لأنه زملائنا هناك البس اللي لم يبعاتوا لي رسالت يعني حاجاته بيبندوني أول بأول فهم شايفيننا وهم هناك فالرسالة طبعا دي هتوصل لللعبين تعالوا نشوف الجمهور عايز يوصل رسالة إيه ونرجع تاني سر الروح روح الانتصار معانا في المروح بتمحي الانتصار روح جيل وراجيل بتلغي المستحيل روح الفانيلا الحمرة روح الفانيلا الحمرة هي اللي بتميز النادي الأهلي عن أي نادي في العالم كله روح الفانيلا الحمرة هي اللي مخليانا ملوك الدقيقة السعية هي الإصار والعزيمة والقتال لآخر ثانية في المباراة عشان هدف واحد بس وهو الفورس عشان كده النادي الأهلي هو أكبر وأعظم نادي في الكون عشان كده إحنا رقم واحد رجال الأهلي عليكم الصعود الصعود مفيش خيار تاني وإحنا الجمهور علينا تشجعكم ومسندتكم ودلوقتي تعالوا نشوف جمهور النادي الأهلي عايز يواجه رسالة إيه للعيبة والجهاز الفاني اللعب يلا وكسر في الجورة حين الأسيان أولي 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 موسيقى روح الفنان للحامرة موجودة على طول في كل المطشات فتكون برضو موجودة في المطش ده لان ده مطش مهم جدا مش بالضرورة خلص فكرة الصقر يعني للمباراة اللي فاتت يعني بس اعتقد ان كمان الادارة هنا عملت حاجة كويسة جدا انها ودتهم بدري خادوا على اجواء بقالهم دلوقتي 5 ايام موجودين هناك او 4 ايام ولسه قدامهم مبين كمان الحمد لله لما فيش اصابات معلول كويس وكل الناس كويسة فاتمنى ان شاء الله بإذن الله لانهم يبقوا رجالة وتمنى من ربنا التوفيق ان شاء الله في البداية طبعا يعني لعبة الناد الاهل لعبة رجالة جدا مباراة تكون صعبة جدا قدام منافس قوي جدا لكن احنا كلنا يعني عندنا صقف لعبة الناد الاهل لعبة رجالة والمواقف اللي قبل كده اثبتت الكلام دوت انا شايف ان لعبة الناد الاهلي يعني يمكن فيه لعبة خبرات يقدر انها تعبر يعني سانداونز بجانب طبعا وجود مستر فيلر يعني بيمتلخ خبرات طبعا نشوفنا الفترة اللي فاتت مستر فيلر يعني يتعاقلا بشكل كبير جدا وقدر انه يتعمل في مباراة الزهب يعني بشكل كويس جدا وقدر انه يواجه الحرب النفسية اللي بيقودها ميوسماني مضارب سانداونز فانا شايف ان ان شاء الله يعني فارينا الاهلي وسكواتنا الاهلي الحالي مع مستر فيلر يعني ان شاء الله قادر انه يعبر عقبة سانداونز ممكن توجه رسالة للاعبينه جهاز الفني ان شاء الله رعبتنا رجالة قوي وان شاء الله عمل نتيجة كويسة هناك في سانداونز بإذن الله احنا كسبنا شوت ونقص شوت تاني وان شاء الله نعمل نتيجة كويسة ونتأهل بها وناخد البطولة دي ان شاء الله عايزين هم يبيرجالة في الملعب يلعبوا ويددوا كل اللي يقدروا ويددوه عشان الجماهير مترجعش ربيوتها زعلانة اللي هتفرغوا في اي حتة وما ينموش زعلانين عايزين هم الحداشر رجل في الملعب ولي عددك كمان نشجعوهم ايا كانت تشكيل كلنا نقفين في ظهرهم بس مهم نتأهل وناخد نصعد دور الجاي انا هو الجان لهم اللي هم بإذن الله في اكتر تركيز يفرحوا جمهورهم يفرحوا مجلس إداريتهم بكابت المحمود الخطيب يحطوا كل الجمهور اللي هلقصادهم يعوضونا بطورة أفريقيا بإذن الله السنة الجاية أوجه رسالة بإنهم يبقوا اتكالنا عليهم الشعب المصري يعني 99% بيبقى أهلي فإتكالنا علي الله وعليهم بإنهم يجبوا لنا أحلى نتيجة نشوفها في الماتش الجاي وإن شاء الله ربنا يا رب يقف معاهم هو في الأول في الآخر ماتش مهم أنا عارف أننا بنركز في كل الماتشات بس يعني محتاجين نأخد بالنا مننا التغييرات عشان نتجنب الحاجات اللي بتحصل في آخر كام ماتش ونفتكر بس الماتش بتحصلنا اللي فاتت علشان محتاجين سكور بقى غير الاتنين صفر اللي احنا عملناها في ماتش الزهابي يعني فالناس فعلا مستنية الماتش ده ومستنية أداء كويس بورة الأرض علشان عوض اللي حصل قبل كده هيا مش تحصل طبعا كده بس في الآخر ويعني في الأول في الآخر كل أهلاوي بيفكر بالمبدأ ده إنه إحنا خسرنا هناك بنتيجة كبيرة فلازم نعوضها هناك برضو في المرة اللي جاية أنا بس نفسي يكسبوا لأن هما الجمهور لما بيقعب يفرج عليهم أو قاعد في الأستاذ بيبقوا يعني عايزين العيبة تاكل النجيلة عشان عايزينهم يكسبوا وكده فلما بيخسروا الناس بتتدايق جدا يعني أنا بتتدايق جدا لدرجة ممكن أتعب أو كده تحبي تقول إيه للعيبة والجهاز الفني قبل ماتش سانداون شد حلكم إحنا معاكو نخليكو رجالة الأهلي بيكسبوا لعمر وبرى أرضه ما تلعبوش على تعادل ولا فارق جون ولا الكلام ده إحنا أمانا كبير في الأهلي وإن شاء الله بإذن الله يكون عند حص نصن أظننا إن شاء الله بطولة كلها في الماتش اللي جاي بإذن الله يعني عشان كمان نعوض الماتش اللي فات والصفقات الجديدة كمان منتعت الأهلي زي قلي وباجي يعني كان باين قوي في مركز الهجوم بالذات فإن شاء الله الماتش جاي كده نزبط الدنيا يعني ناخد الماتش جاي ده ببطولة يعني أحب أقول لهم بالتوفيق إن شاء الله وطبعاً مستنين من كل مكسب زي كل مرة ومستنين روحكم الريادية العالية وأخلاقكم العالية إن هم يكونوا على قدر المسئولية وإن هم يفتكر روح الفنانة الحامرة إن إحنا بنلعب على البطولة ومنلعبش على غير الفوز التعادل ده بنسبان خسارة إن إحنا نفتكر دايماً إن إحنا أبطال الأفريقيا أكبر نادي في الأقارة عندنا أكتر بطولات إن إحنا لازم نوصل إن إحنا خلاص إحنا في الفاينل مش السيمي فاينل دي محطة ونحنا نركز في الموت شده أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم نهاي بطولة فريقيا لينا العملاء النادي الآن المصري والمشفر يدي الساحل الدولسي الله عملاً يا حبيب أميديك يا أبو تريك يا أبو تريك ودي الحريح يا ودي فارح الله 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 ده يا ربوادي التمجيد الله الله يا بركات الله يا بركات ملك الحركات من تاجي يسلم هذه الخشبة كأس فقية مبروك 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 لقاء تحقيق من الأرقام الخياسية أحد البطولات الهامة جدا في تاريخ أدنادي الأهلي 2005 مع الساحر البرتغالي منول جوزيه طيب نروح بقى المطش بكرة أنا قلت لكم أنه احنا الثلاث حاجات كلمنا فيهم استعداد إدارية وده حصلت ورسافرنا قبلها بستة أيام واستعداد معنوية فنية ثم التوفيق اتكلمنا على الإدارية والتوفيق نروح بقى للاستعدادات الفنية أفضل من يتكلم فني في هذه المباراة من حضر مباراة الأهلي وسانداونز في 2001 كابتن هشام حنفي يا مسائل أنوار سأل فل سأل فل عامل إيه شايف مطش بكرة إزاي مبروك عليك البرنامج حبيبي ربنا يخليك أيتش ربنا يخليك موافر دائما إن شاء الله ربنا يخليك قل لي شايف بكرة إزاي لا أنت شايف ابنك إزاي إن شاء الله ابنك يبقى مكسر بكرة هتلعب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في المسابق ما هي أجيال بتسلم أجيال أول ده اللي أنا عادي ربنا يخليك ربنا يخليك إنت وتريكا اللي سميتوه أصلا محمد 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 الصوي جاي لا إن شاء الله ربنا يكرمه يا رب إن شاء الله ده يبقى نسمع عامل سمع خير شويل أول يبقى من أجيب المميزة لأنه هو العيد مميز ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك مطش بكرة بإذن الله مبارات بكرة طبعا أكيد مباراة صعبة مش مباراة سهلة مباراة لأن فيها أحداث كبيرة فيها متغيرات في المبش كتير فنيا فنيا فرقة مميزة جدا أنا لعبت في الأجواء دي قبل كده في ألسان واحد مع مستمنا والكزيز سياحة طبعا ويمكن الزوف متشابهة وروحنا قابليها برضه بأسبوع عشان التكيف وعشان التأقلم على الجو والحرارة والأمسير كله بتاع المباراة احنا رحنا قابليها برضه بأسبوع ودي حاجة كويسة جدا تحسب لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة وهو المصاد عشان هو المسؤول عن الكورة اللي ياخده القرار اللي يسافه الثاني يوم على طول دي حاجة تتحسب لهم طبعا وأنا بقول لك الظروف كلها لأن كل حاجات تتساعد اللعيبة على المسؤولية يعني لما يكون كمان رئيس النادي والكابتن محمود الخطيب بصفة شخصه يبقى متواجد كواحد من أمر اللعيبة اللي جات في مصره صورة الكورة أنا شاهد أن ده بيبدي دفع معنوية كبيرة وثقة كبيرة ما يحسنيش للعيب الكورة وأنا وانا هناك لما يبقى معايا في الصورة الخطيب واقف في الملعب متواجد جنبي وهو رئيس النادي وهو الصورة الكورة لا يتحمل لي مسؤولية كبيرة جدا في الملعب يتحمل لي حاجات كثير جدا جدا فدي أنا أعتقد أن اللعيبة ما شاء الله خبرات يمر بحاجات كثيرة جدا جدا قبل كده في مواقف كبيرة ومواقف صعبة لأن النازل يعني دايماً يصاوي يلعب على طولة صحيح يعني فأنت مش في مواقف غريب يعني أنت مش مثلا يعني محترامي محترامي للفرقة الثانية كلها بس أنت مهاردة المصري يعني عنده مباراة صعبة جدا معناها دوتوركان مغلوب هنا اثنين صحيح ويعني مباراة من اثنين ما صعب عليه الآن لو هنا مغلوب دعا في عوة ضر صحيح بتبقى فيه زغوف اثنائية عشان يقولك طب انت اتغلبتوا قبل كده تعرف السوشال ميديا والناس بتستملك القرص يقولك انت اتغلبتوا قبل كده اي اتغلبنا قبل كده مرة مرتين فيه زغوف لكن انت مهاردة انت رايح وانت كذبان صحيح فرقة تبيرة فرقة يعني حصلت على البطولة صحيح داي خلينا اسألك أفضلية الهدفين وانت لعيب كبير وعارف أفضلية الهدفين دي وانت رايحها عكس المباراة الاولى اللي انت كنت برضو كنت خسران منه المطش الوحيد اللي خسرته السنة اللي فات فبدأت المباراة كان فيه تبايد أفضلية الهدفين دي في المباراة العودة بتبقى عاملة ازاي بص انت رقم واحد هتلعب على رد في علوم هم هم هيبقى متصاربعين على الكورة صحيح وعلى ان هم يحرزوا هدف باتري هو هو الميزة انت تلعب في أجوام مش داي الزمالك وتواج الزمالك وتواج فالأمور صعبة هتها سخرة هتها ميزة حماس وامور صعبة غدا الاهلي الحمد لله الفرقة هناك جماهريا بيحبوا اصل الكورة بيحبوا النادل اهلي صحيح يعني يعني كونية النادل اهلي في أفريقيا كبيرة اوى يا محمد عشان كده هم يعرفوا يعني ايه كونية النادل اهلي جمهورهم مش اللي هو الحماسي اوي اللي يعمل مش دا جمهور بيخش بيشكع الكورة بتاع كورة لو الاهلي ركب المطش هتلاقيه ميل كمان في الاهلي وبيستمتع بيه بالضبط كده هو بيستمتع يعني لالي لو كسب هيشكعونا ويسقفونا حضرت 2001 كده لما احنا كنا مضاودين وكسبنا يعني يعني فهم ده فرق معنا بشكل كبير خلي باله ناس استعبتنا باستعبال كوس قوي فأنت عندك رضي فان هو عايز يكسب فهيفتح حطوطه فانت هتقدر تستغل اللي هو كان يلعب عليه هنا فالصدق قويرة ان هو يموت الجن يلعب يعني يطلع يتسند على اللعيبة من واحد للتاني لغاية لما يوصل على كرة مرتدة يوصل بيها لكن هو كان عايز يطلع بأقل الخسائر اللي هو واحد صفر بالكتير صفر صفر اتنين صفر دي كتعل اكتر انت كان ممكن تكسب تلاتة على ذكرة جالك فرص صحيح صحيح فلكن اتنين صفر اكيد احسن من واحد صفر او اتنين واحد اتنين واحد يعني كل الحاجات دي انت فتكسبة كبيرة جدا جدا محمد طيب من من اللعبة بكرة هيبقى هو يعني انا عارف كل اللعبة ما شاء الله ما شاء الله وهو فيلر عامل مع اللعبة شخص عالي جدا جدا وانا اسمعتك اكتر مرة بيتشيد بهولات لكن مين اللعب بكرة اللي هيكون يعني فرص الرهان الشناوي شناوي لازم يكون فرص الرهان بكرة لازم يعني هو الشناوي بكرة ضروف ضروف للنزام أو تلك أنت بتاع فرقة كبيرة تلعب كورة حديثة سرعة جدا جدا ما بيمطقوش اللعب خالص فبيعرفه وصوله فأنت بكرة الشناوي لازم يكون مركز بكرة جدا وهو الحمد لله أعتقد أنه هو من الأحسن حراس في مصر فأنا أعتقد أنه هيشيري بكرة بإذن الله ويبقى ليه دور كبير جدا إن احنا نعدل دور ده إن شاء الله أخيرا توقعتك للمباراة بكرة عشان بكرة يبقى معنا فيه تليفون برضو معاك يعني هاشوف توقعتك هسجل سجل يا عمارة والله يعني يا رب طبعا يا رب المكسب يا رب طبعا المكسب لا توقعتك كورة بل ليه فرم معاك منعرف بس توقعتك كورة يعني أنا أتوقع يعني ممكن بتعزل جاري أتوقع واحد واحد من يصبك بالتهديف الأهلي ولا السان داونس توقعتك بناء على يعني أنت حشت الموقف اللي زي دي على أول ربع ساعة بتفق يعني تفق طبعا مستر فايلر معسم المباراة أكيد وراك الخبرة عني ويتكلم عني أكتر الملح ده هيبان بكرة لكن هنستمعه ربع ساعة هنعرف هو تخطيطه وإيه هيبان لما نتكلمها أقول لك بقى هو بدأ إزاي ورسم السناريو إزاي إن شاء الله خبز بالله نائب رئيس قطاع الناشئين ونجم النالي الأهل الكبير كابتن شامحانا فيه أشكرك جدا جدا على وجودك معي طيب آخر حاجة بقى نروح لتوقعات الجماهير شفنا كل استعدادات شفنا بس لازم أشكر بس زملتنا اللي عملت التقرير اللي فات هانا أبو القاسم اللي أنا ما قلتش اسمها بعتثر لكن أروح بقى للتقرير اللي جاي توقعات الجماهير للمباراة زي ما سألت كابتن شامحانا فيه سألنا الجماهير سألنا نشوف أقل إيه ونرجعت هنا احنا ملوك أفريقيا مش مجرد كلمة لا ده حقيقة وواقع إن النادي الأهلي هو سيد أفريقيا بتسعتاشر بطولة قرية وطبعا كل الأهلوية منتظرين اللقاء المرتقب بين فريق الأهلي وفريق سانداونز لحسم التأهل لدور نصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا بطولة غايبة عن النادي الأهلي وحشة جماهيره بقالها سبع سنين معاكم للحصول على النجمة التسعة وهنستعرض أراء الجماهير حول توقعتهم لمباراة العودة بين فريق الأهلي وفريق سانداونز وكمان نحب نفكركم بأن ماتش الزهاب اللي أقيمه في استادة الكاهرة يوم السبت الماضي انتهى فوز الأهلي بهدفين نظيفين الأهلي الكبير الأهلي العظيم الأهلي الكيام الأهلي رمز الأهلي العظيم الأهلي أصلاح وفارحي بأننا حاولا نصف ونصف ونصف توقعتك إن المباراة يوم السبتة عشان نصعد إن شاء الله بإذن الله الأهلي عمل ماتش حلو أول ماتش اللي فات وطوقعت إن الماتش دوتها يبقى 3-0 بإذن الله على القلب وبإذن الله نصعد لإذنها إن شاء الله الأهلي هيفوز وإن شاء الله الأهلي هيصعد والسنة تكون البطولة من نصف الناد الأهلي إن شاء الله وإحنا عايزين أهم حاجة سنداونز بلعب الأرض وجامد جدا فإحنا عايزين أهم حاجة ندافع ونعب بتركيز سنداونز جامد يعني هو فريق كويس بس إحنا الحمد لله ماتش عرفنا نسيطر عليهم عرفنا نجيب جونين ونكسبنا الحمد لله وإحنا عايزين ندافع ونتحافظ إن شاء الله يعني أقل حاجة ستبقى 1-0 اليوم إن شاء الله توقعتك لمباراة الأهلي في سنداونز اللي جاي إن شاء الله أنا شايف إن شاء الله أن الأهلي هيكسب توقعت ممتازة لنادي الأهلي ممكن نكسب بفرق كويس حتى ورد سنداونز فريق سهل إن إحنا ممكن نغلبه وإن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله الماتش الجايدة نعمل نحق فيه مركز كويس ونكسب بفرق كويس إن شاء الله إن شاء الله الأهلي هيغلب بس الخوف بقى من الحكم حمل مشاكل قبل كده مع الاهلي لا بس ان شاء الله هنغلب اثنين واحد هي مباراة طبعا صعبة والتوقعات فيها مش هتبقى صعبة برضو لكن احنا سقطنا في لعبة الاهلي تفوق اي حدود ومتأكدين ان ان شاء الله هياخدوا مباراة جيدة وهيعملوا اللي عليهم المباراة اللي خوفنا فيها بس الحكم والله احنا بنتوقع ان شاء الله نكسب اثنين ثلاثة او على اقل تقدير يعني اثنين واحد احنا كسبنا هنا اثنين صفر ففرصتنا هناك مع الاستعداد الكويس اللي هم عملوه راحوا بدري وما فيش اصابات والامور مهيئة ان احنا نكسب اعتقد اثنين صفر كويس والله انا متوقع ياما تعادل ياما الاهلي يكسب واحد يعني ان شاء الله يكسب واحد صفر او يتعادل يعني يا رب يا رب يا رب كده نبقى واحد صفر الاهلي يعني ده توقعاتي امنياتي لان هو مفيش حد يبقى توقع مفيش حد بيعرف الغيب بس يعني ممكن امنياتي انها تبقى واحد صفر ونهارده كده كان فيه سن التفاقل انه علي معلول ربنا كرم وقاله في تسرحات انه هينزل الم illnesses فابدنا كريم ان شاء الله ان شاء الله نصعد والاثنين صفر الاهلي ان شاء الله يكسب زمال ان شاء الله الاهلي يكسب يا رب ان شاء الله الشيء يكسب وكل الناس يفرعوا رب اللاه ليكسب رب اللاه ليكسب يكسب اثنين صفر وليجيب الاجوان القهربة وعالم العالمين حارب على البطولة بروح الأبطال العب برجولة موت على الكورة أفريقيا الكبار وإنت الأسطورة شكراً لزميلة هاجر علاء اللي كانت معاكم فيه تقرير توقعات للمباراة وأحلى توقعات جات من الأولاد الصغرين اللي في نهاية التقرير وإحنا في نهاية حلقتنا زي ما قلت لكم نقطة مهمة واحدة وإحنا بنشجع لازم معرفينها إن إحنا محتاجين هؤلاء اللاعبين المدير الفني حتى وإن كانوا هم أحسن حد جابوا من نادي الآي لكن محتاجين توفيق محتاجين توفيق فننتظرهم السنة دي دي هم بوش السنة دي بس دي هم دفعة دي هم واستنى عليهم بعد كده هتشوف الفريق ده لمدة خمس سنين راكب أفريقيا التوفيق 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 ودعوا لفرقتكم إن شاء الله بكرة الساعة ثلاثة العصر نكسب ونفرح وإحنا في تمام الخامسة بشكركم هذه تحياتي أنا محمد الصوي وكل فريق الأداد والإخراج أقائمين على هذه التغطية أستودعكم في أمان الله نهاية دور أبطال أفريقيا نهاية دور 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 أفريقيا